اهلا بحضراتكم من جديد عنده بعض التدريبات التأهلية والعلاجية عشان يتعافى ومنسما يشارك في التدريبات الجماعية خلينا نروح لحساب في الجول على انستجرام وبيقول 13 يوم اعتقد 12 مش 13 يوم على نهائي القرن طبعا مباراة كبيرة جدا من من تفوق على الاخر في 8 مواجهات جامعة الاهلي والزمالك بدوري اطال افريقيا وهنا يعني في اشارة ان تفوق كان للنادي الاهلي فاز 2-1 وبعد كده 2-0 والاهلي فاز 2-1 وبعد كده كان فيه تعادل 2-2 فوز الاهلي 1-0 تعادل 1-1 زمالك برضو مع الاهلي 1-1 والاهلي فاز على زمالك 4-2 في اخر مباراة يعني زمالك ما انتصر شوما بس كل ده مش مكياس ابدا نادي زمالك نادي كبير ونادي محترم ومباراة غاية في الصعوبة غاية في الصعوبة وما نقدرش نتوقع من الفائز كل تمانياتنا ان شاء الله لنادي الاهلي ان هو يكون بطل افريقيا باذن الله تعالى طيب وزير الرياضة عن حضور الجماهير لنهاء الابطال سننفذ تعليمات الكاف انا حيقول لحضراتكم الخبر الشبه الاخير بخصوص جزئية حضور الجماهير للمباراة النهائية حتى اللحظة بكلم فيها حضراتكم اللحظة بكلم فيها بحضراتكم دلوقتي كده مفيش جماهير هتحضر مباراة الاهلي وزمالك في نهاء دور الابطال افريقيا والحضور هيكون مكتصر على 25 فرد من الاهلي و25 فرد من الزمالك بيتمثلوا في مين؟ بيتمثلوا في مجالس الإدارات لفرقتين والإدارة التنفيذية لكل نادي حتى هذه اللحظة مش هيكون موجود أي عدد من الأعداد الخاصة بالجماهير و25 فرد من هنا و25 فرد من هنا إلا إذا جد جديد لكن هو ده الأقرب بنسبة تفوق 95% وأكتر كمان خلينا نروح لخبر آخر وهو خاص بعمر سلية وإحنا خلاص اتكلمنا في تفصيلة عمر سلية وتصراحات لوكيله على الفيديو اللي كان طلع الفترة اللي فاتت دي بس خلاص احنا اتكلمنا في الجزئية دي بشكل نهائي برضو من ضمن الأخبار اللي ممتشرة خلال الفترة اللي جاية ومش بتوقيتها إطلاقا لكن الكل بيحاول يجتهد من سوبر كورا على فيسبوك الأهلي فاوض جرالدو على إنهاء تعقوده مجانا كل الأمور دي يا جماعة غير رسمية وغير حقيقية بشكل رسمي حتى الآن كلام مودي بيحصل أو بتاعدي حاجة ما داش نتكلم فيه الله أعلم لكن جرالدو لعب مهم جدا في النادي الأهلي ومحتاجينه جدا 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 فيه نهاء دوري أطال أفريقيا أيا كان إيه اللي حيكون بعد هذا النهاء طيب من ضمنه برضو التقارير وأنا بحاول أقرب مع حضراتكم ونتكلم في كل جزئة تتعلق بالنادي الوطن سبورت على تويتر بيقولوا إن فيه تدخل من المسلماني الأهلي فاوض سيرينو للمرة الأخيرة برضو بشكل رسمي وأنا بتكلم مع حضراتكم من خلال شاشة قناة الأهلي ما فيهش أي حاجة رسمية بخصوص هذا الاتجاه الله أعلم دي أمور خاصة بالجهاز الفني ويعني المسؤولين عن كراب النادي الأهلي في انتظار أي أمور رسمية نتمنى كل التوفيق في كل الملفات الخاصة بالنادي الأهلي هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكامل يلا في علامة نشوف أبرز الأمور والأحداث العالمية على مستوى العالم متحديد نبتدي بحساب في الجول على تويتر واللي بيقول بقيمة أو بقيمة مليار ونص جنيه ترليني صلاح ضمن التشكيل الأغلى في العالم حسب مرصد مرصد كورت قدم سي آي إي اس وقالوا أن صلاح يعني قمته 195 مليون سريعيني طبعا نجم كبير من جوم الكرة العالمية مش المصري بس محمد صلاح أنه يكون متواجد في التشكيلات دي فده أمر يضع الفخر في الحقيقة هل نروح لخبر آخر وهو يتعلق بمباراة الأمس ما بين أسبانيا وسويسرا واللي شهدت إهدار سيرجيو راموس لضربتين جزائق فبالتالي لويس إنريتي طبعا مدير الفني المنتخب بأسبانيا كان ليه تصرحات عقب المباراة واتكلم فيها بخصوص إهدار راموس لرقلتين جزائق وقال إن الراجل يعني كان عنده 25 درب الجزائق قبل كده جابهم أو أحرزهم أو نجح في أحرزهم بشكل متتالي 25 درب الجزائق قدر أنه يحرزهم فبالتالي مش هقدر أنتقده أو أن أنا أعلق عليه ده كلام لويس إنريتي بخصوص إهداره لرقلتين الجزائق دول وقال كمان لو كان فيه رقلت جزائق ثلاثة وربعة كنت أخلي سيرجيو راموس هو اللي يشط لأنه هو متخصص في رقلات الجزائق ويدي تصرحات المدربين كما يجب أن تكون في الحقيقة طيب خلينا نروح لجزئية أخرى وهي خاصة بالحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي على تويتر والنشر تصميم خاص باحتفال المنتخب الفرنسي بالوصول للمبرارة نهائية للدورة الأمور العربية بعد بفوز على بورتغال بهدف لجزئين براحكت مبرارة مهمة وقوية جدا من فرنسا والبرتغال وانتهت بفوز فرنسا بهدف لجزئ أحراز الهدف أنجولو كانتي طبعا نجم وسط لبشيلسي وأخذ خبر كمان من أعسل ربيا واللي بتكلمه عن المنتخب الفرنسي عقدة كريستانو نارد والراجل اللي يعب ست مصرات قدام منتخب الفرنسي ما قدرش أنه يحرس يوم أي أهداف طيب ده كان الترند العالمي خلينا نروح سريعا للمشاركات وتفاعل جمهور النادي الأهلي أو تفاعل جمهور المصري على سؤال حلقة اليوم وبخصوص رأيهم في أداء منتخب مصر ما متوجه بالأمس نبتدي بالعمراني قال عمران قال أداء ضعيف لا يوليك بمنتخب مصر أحمد سيد قال أداء سيء للغاية محمد محسن قال جيد رحيم الأهلاوي قال طبعا أداء مش كويس بس أسبابه معروفة وهي أزمة كورونا وما كانش في معسكرات ولا مباريات وده عشان كده ما فيش انسجام يعني كلام في خصوص هذا الاتجاه وأخيرا عبده أو أبو رغدا تحديدا قال أداء سيء للمنتخب مصر نتمنى إن شاء الله المنتخب مصر في مباراة يوم الثلاثة أمام توجه هناك في توجه إنه يظهر بشكل أفضل من كده والأهم طبعا في كل الأحوال الفوز وحد ثلاث نقاط أخرى في مشوار التصفيات بإذن الله تعالى دي كانت حلقتنا النهاردة من ترند استنونا في حلقة جديدة بكرة من نفس البرنامج بإذن الله إلى اللقاء